الجهاز العصبي واحد من أكتر أجهزة الجسم تعقيدا أكتر من 100 مليار خلية عصبية شغالة باستمرار متواصل على مستوى الجسم كله علشان تنفذ وتنظم الوظيف والأنشطة اللي بنمارسها بوعي وإدراك بكامل إرادتنا بالإضافة إلى وظيف تانية في جسمنا بتحصل بدون إرادة أو إدراك مننا زي الهضم داخل المعدة والأمعاء وضخ الدم من القلب إحنا بنتكلم بنحرك العضلات بنسمع بنتزوق بنشوف بنفكر والغدد اللي في جسمنا بتفرز هرمونات وبنستجيب للخطر والألم والإحساس بدرجة الحرارة كل الوظيف دي عدد بسيط من الأنشطة الكتيرة اللي بتحكم فيها الجهاز العصبي الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي Central Nervous System والإختصاره CNS وجهاز عصبي طرفي Briefer Nervous System وإختصاره BNS Central Nervous System بيتكون من الدماغ اللي هو Brain والنخاع الشوكي اللي هو Spinal Cord والجهاز العصب الطرفي Briefer Nervous System بيتكون من ال Spinal Nervous اللي هي العصاب الشوكية والCranial Nervous اللي هي العصاب الدماغية الخلية العصبية اللي هي Nervous Cell واللي اسمها Neuron وهي الوحدة الأساسية في الجهاز العصبي وبتختلف على حسب وصفيتها وشكلها وحجمها ولكن كل الخلية العصبية بيتكونوا من ثلاث أجزاء أساسية وهم المكون الأول جسم الخلية واللي اسمه Cell Body أو Soma والجسم ده بيبقى له تفرعات أو ألياف علشان يقدر يرسل ويستقبل الأشرات العصبية وبيحتوي جسم الخلية العصبية على كل من التركيب البيولوجية الموجودة في كل خلايا الجسم والمكون الثاني اسمه Dendritis ودي عبارة عن امتدادات رفيعة بتتفرع من جسم الخلية وبتاني للإشارات العصبية لجسم الخلية العصبية والمكون الثالث اسمه Axon وده محور الخلية العصبية وبيني للإشارة العصبية إلى الخلية المجورة وبشكل عام الأكسون هو فرع واحد بس ومضغطي بنسيج دهني اسمه Myelin Cheese وده عبارة عن Cover بيحمي الأكسون ويسرع من نقل الإشارة العصبية ويمنع نقلها في الاتجاه المعاكس الدماغ هو المكون الأول من الجهاز العصب المركزي دماغ الإنسان البالغ وزنه حوالي 3 كيلو وبيتكون من 75% من المية وده سبب قوامه اللي عامل زي الجلي الدماغ بيحتوي على أكتر من 100 مليار خلية عصبية ومسؤول عن التحكم في العديد من وظائف الجسم هنعرفهم بشكل عام من تكوينه بيتكون الدماغ من أربع أجزاء رأسية الجزء الأول هو جزء الدماغ واسمه Brain Stem والجزء الثاني هو المخ واسمه Serebrum والجزء الثالث هو المخيخ واسمه Serebellum والجزء الرابع هو الدماغ البيني أو الأوسط واسمه Daincephalon جزء الدماغ بيتكون من 3 أجزاء Midbrain وده مسؤول عن الانعكسات البصرية Pons وده بيتحكم في أجزاء معينة من عملية التنفس مضالة أبلونجاتا وده بتحتوي على مراكز عصبية بيتنظم وظائف القلب والرئتين ومسؤول عن البلع والقيء والكحة والعطس والوظيفة العامة لجزء الدماغ هو أنه بيوصل ما بين الدماغ والنخاع الشوكي المكون الثاني من مكونات الدماغ هو المخيخ والمسؤول عن تنظيم حركة العضلات وبيحافظ على التوازن ووضعية الجسم المكون الثالث للدماغ هو السيريبرام والسيريبرام موجود فيه السيريبيلم وهو أكبر مكونات البرين وبيشكل حوالي 85% من كتلة الدماغ بينقسم السيريبرام إلى نصفين اسمهم هيمسفيرز نص المخ الأي من اسمه راي سيريبرال هيمسفير ونص المخ الأيصر اسمه ليفت سيريبرال هيمسفير الجزء السطحي أو الخارجي من المخ وهو كشرة المخ واللي اسمه سيريبرال كورتكس كشرة المخ هي منطقة الوعي والتخاذ الكرارات وبتحتوي على العديد من الفيشرز أو الشروخ واللي اسمها سالقاي وبتحتوي برضو على كونفيوليشنز أو تلافيف اسمها جيراي وكشرة المخ بتتكون من حاجة اسمها جريماتر المادة الرماضية ودي المادة اللي بيكونها أجسام الخلايا العصبية والدندريتس تحت كشرة المخ بيبقى فيه المادة البيضة واللي اسمها وايت مطر ودي بتتكون من أجسونات الخلية العصبية وبيكون موجود برضو تحت كشرة المخ مجموعة كتل من الجريماتر اسمها بيزال جانجليا أو بيزال نيكليوي نصفي المخ بينقسمه إلى أربع فصوص الفص الأول اسمه Frontal Loop اللي هو الفص الأمامي أو الفص الجابهي وده بيتحكم في الحركات الإراضية والتعبيرات الانفعالية والسلوك الأخلاقي والفص الثاني هو البرائتال لوب الفص الجداري بيتحكم في ترجمة الحواس الداخلة للدماغ والتزوق والفص التالت تيمبرال لوب الفص الصدغي بيتحكم في الزكرة والتوازن والعاطفة والسمع الفص الرابع أكسيبتال لوب الفص القزالي أو فص مؤخرة الرأس بيتحكم في الرؤية ومجموعة مختلفة من التعبيرات الدماغ البيني أو الأوسط هو المكون الرابع والأخير من مكونات البري وبيتكون من كلها من السالمس والهايبوسالمس والإيبيسالمس والأجزاء دي كلها وظيفتها ريلي ستيشن يعني زي مكتب السكرتاريا الخاص بالدماغ وبيتحت مع الجهاز العصبي اللي إراضي في التحكم في نبض القلب وضغط الدم وتنظيم درجة الحرارة ومعظم الوظائف الغير إراضية التانية زي وظائف الجهاز الهضمي المتكون التاني لجهاز العصب المركزي هو النخاع الشوكي سباينا الكورد النخاع الشوكي بيمتد من المدالة أبلونجاتا لحد تقريبا الفقرة القطانية التانية والنخاع الشوكي بيكون موجود داخل العمود الفقري في القناة الفقرية اللي هي فرتيبرا الكنال علشان يتم حمايته من الخارج بوسطة الفقرات ومن الداخل بيتم حمايته بوسطة السائل الدماغي الشوكي اللي هو السريبروس باين الفليود والسحاية اللي هي منينجس كل الحماية دي لنخاع الشوكي لأنه بيمتد منه أعصاب الجهاز العصبي الطرفي الغلاف الخارجي بيسمى الأم الجافية ديوراماتر وبيكون أقوى غلاف هذا الغلاف المكوم من طبقتين بيكون متصل مباشرة مع النسيج الضم المغلف للكرينيوم وبيطلق عليه اسم بيريوستام أفزاكرينيوم موجود ما بين الأم الجافية وعظام الكرينيوم لأوعية دموية السحائية واللي دورها إنها بيتوسر الدم للكرينيوم والأغشية السحائية بيكون فيه أيضا حيز أو فراغ موجود ما بين الديراماتر والكرينيوم بيطلق عليه اسم إبيديورال أو إكستراديرال سبيس وبيكون موجود ما بين طبقتين الديراماتر الديرال ساينسس واللي بتوفر تصريف وريدي من المخ طبقات الديور المطر بتكون على شكل إنحناءات أو إنسناءات الإنسناءات دي بتعزل تركيب المخ وبتوفر دعم وحماية إضافية للمخ إنحناءات الديور المطر بتشمل الفالكا السريبراي والتينتوريام سريبلاي الفالكا السريبراي بيفصل ما بين السريبرا الهيمسفيرز بينما التينتوريام سريبلاي بتنتشر على شكل خيمة وبتكون فاصل ما بين السريبرام والسريبيلم الليجن اللي بتكون موجودة فوق التينتوريام سريبلاي بيطلق عليها اسم سوبرا تينتوريال بينما الليجن اللي بتقع أسفل التينتوريام سريبلاي بيطلق عليها اسم انفرا تينتوريال وبيكون في فتحة بيضوية الشكل موجودة في التنتوريام سربل لاي بتكون التنتوريال نوتش وبيطلق عليها اسم انسجورة واللي بتحيد بالميت برين وتوفر الاتصال الوحيد ما بين الانفراتنتوريال سبيس والسوبراتنتوريال سبيس الغلاف الاوسط معروف باسم اركنويد ميم برين الغلاف العنكبوتي وده عبارة عن غلاف رقيق وشفاف بيتفصل عن الديوراماتر بوسط تحيز اسمه ساب ديورال سبيس الغلاف الداخلي اسمه بايا ماتر الام الحنون وهو غلاف مريء بالقوعية الدموية ملتصك بعناية بالمخ السابر اركنويد سبيس بيفصل البيا ماتر على الاركنويد ماتر السابر اركنويد سبيس بيحتوي على السريبريو سبينا الفليود اللي هو السائل الدماغ الشوكي واللي بينتشر خلال المخ والحبل الشوكي وبيحمل جهاز العصاب المركزي الجهاز العصب الطرفي بيشمل 31 زوج من العصاب الشوكية واللي بينقله الرسالة العصابية من وإلى النخاع الشوكي و12 زوج من العصاب الدماغية واللي بينقله الإشارات من وإلى الدماغ 31 زوج من العصاب الدماغية مترتبين لأقصام حسب مناطق امتداتهم من النخاع الشوكي إلى 5 مناطق المنطقة الأولى هي السيرفايكل ودي المنطقة العلوقية ويمتد منها 8 أزواج من العصاب الشوكية المنطقة الثانية وهي السراسك ودي المنطقة الصدرية ويمتد منها 12 زوج من العصاب الشوكية المنطقة الثالثة وهي اللامبر ويمتد منها 5 أزواج من العصاب الشوكية والمنطقة الرابعة وهي الساكرال ويمتد منها برضو خمس أزواج من العصاب الشوكية والمنطقة الخمسة والأخيرة وهي الكوكسيجيال ويمتد منها زوج واحد من العصاب الشوكية جهازنا العصبي بيحتوي على 12 زوج من العصاب الدماغية مراقمين من الأمام إلى الخلف طبقاً لاتصلهم بالمخ والعصاب الدماغية بتتقسم لثلاث أنواع نوع حسي ونوع حرقي ونوع مختلط بين الحسي والحرقي والعصب الأول في العصاب الدماغية هو الألفاكتري نيرف العصب الشمي وهو عصب حسي مسؤول عن حسة الشم والعصب الثاني هو الأوبتيك نيرف وده العصب البصري هو عصب حسي مسؤول عن حسة البصر والعصب الثالث هو الأكولوموتر نيرف وده العصب المحرك للعيه وهو عصب حرقي بيغزي معظم العضلات المحركة للعيه والعصب الرابع هو التروكليار نيرف وده العصب البكري وهو عصب حرقي بيغزي عضلة من العضلات اللي بتحرك العين أما العصب الخامس فهو التريجيمينال نيرف وده عصب مختلط بين الحرقي والحسي ومسؤول عن الإحساس بالوجه والرأس زي مثلا الإحساس برموش العين والشفة العليا والقلاء الدمعية وبرضه مسؤول عن حركة معظم عضلات المضغ أما العصب السادس هو الابديوسنس نيرف العصب المبعد وهو عصب حرقي مسؤول عن حركة عضلة معينة من العضلات اللي بتحرك العين والعصب السابع هو الفاشيال نيرف وده عصب مختلط بين الحرقي والحسي والفاشيال نيرف بيغزي العضلات المسؤولة عن تعبيرات الوش والإحساس بالتزوق والإحساس بفتحة الأزن الخارجية أما العصب الثامن هو الفيستيبيولو كوكلير نيرف وهو عصب حسي مسؤول عن الإحساس بالتوازن ومسؤول برضه عن ترجمة كوقعة الأزن للأصوات والعصب التاسع هو الجولستوفرينجيال نيرف العصب اللساني البلعومي هو عصب مختلط بين الحركة والحسي لأنه مسؤول عن حركة عضلات البلع ومعظم حركة اللسان والإحساس بالألم ودرجة الحرارة في الأزن الوسطى والعصب العاشر هو الفيغاس نيرف العصب الرئوي المعادي هو عصب مختلط بين الحسي والحركة وعصب يغزي معظم عضلات القناة الهضمية وعضلات الرئة والكصبة الهوائية والعصب اللي 11 هو الأكسيسوري نيرف العصب الإضافي هو عصب حركة مسؤول عن حركة عضلات البلعوم أما العصب اللي خير وال 12 هو الهايبو جلوسال نيرف هو عصب حركة مسؤول عن حركة عضلات اللسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة